من ضمن ما ورد في عقد إنشاء الشركة من مهام هو فحص العمالة المنزلية في البلدان المصدرة شنو عالية الفحص وهل سيتم فحص هذه العمالة عقلياً بالإضافة للفحص البدني وهذا الأمر مهم الفحص طبعاً مناطفي من خلال وزارة الصحة يعني وزارة الصحة عندها جهات معينة هي تكلفها بالفحص العمالة خارج كويت اي هذه ما لنا يعني ما لنا يد فيها سواء كانت على الدرة أو على المكتب أو على هذا وزارة الصحية المعنية في هذا الجانب والتقارير الطبية اللي تطلع أوكي أو لا تروح للسفارة إذا تقدرون أنتم تطلبون أن يفحصوهم عقلياً؟ ممكن بس أنت تدري أن موضوع العقلياً هذا موضوع كبير يعني مو موضوع بسيط يعني لماذا كبير؟ كبير لأنه رح يعطل القصة يعني عقلياً أنت تخليها كثرة تقعد عشان تستوفي شروط اللي تستوثق منها أنها سليمة عقلياً يعني عقلياً شنو معناتها يعني تتقصد نفسياً يعني نفسياً يكون ما فيها الطرابات ما فيها جنون ممكن العامل هذا يكون فيه جنون أو مجمو يجي هنا ويسوي جريمة اي ممكن ممكن بس يعني طبيعة الفحص الموجودة اللي فرضتها وزارة الصحة أتصور فيها جزء من الموضوع هذا بعدين هناك لا تنسى تجرى مقابلات إذا وصلوا الكويت ممكن تفحصونهم؟ ايه فيه فحص بالكويت لازم أيضاً عقلي ولا ما لا شوء؟ لا أكل إخوزار صحة